زي ما أبدأت إعجابي بالفكرة الحقيقة إنه يمكن مش كل الناس تعترقت لأنه العلاقة ما بين الأدباء دي كانت عاملة إزاي شكلها كان عامل إزاي كان فيه صداقة كان فيه غيرة كان فيه علاقة عملية فقط لغير وما كانش فيه أي صداقة ما بينهم يمكن حررتك سلطت الدوق أكتر على العلاقة دي والحقيقة مش كل الناس كانت تعرفها نتكلم شوية عن الكتاب هو الحقيقة أنا بشوف أن أنا التناول طبعا نفسنا جيب محفوظ تم تناوله على مدرسة نوات طويلة أدبيا ونقديا بشكل كبير جدا وهو كنز الحقيقة كنز كبير هنفضل سنين كبيرة كروائيين نتعلم منه والنقاط يجدوا فيه أمور ملهمة جدا كل جيل بيبقى لي رؤية مختلفة من وجهة نظري فأنا بشوف أن أنا من جيل كانت رؤيتي هو استوقفني العلاقة الإنسانية أولا ما بين الأستاذ نجيب محفوظ والكاتب عبد الحميد الصحار استوقفتني أصلا لأن أنا من بدايات قراءاتي للتنين تقريبا قريت الاتنين مع بعض يعني في توقيت متزامن قريتهم في نفس الوقت أه يعني اكتشفت علامهم مع بعض وبعدين وجدت بعد كده قرأت بعدها بسنوات أن هم كانوا أصدقاء وأن عبد الحميد الصحار يعتبر هو الناشر بدأت تدريجيا أهتم بهذه العلاقة فبدأت أدور وراء هذه العلاقة من خلال مذكرات عبد الحميد الصحار وأخو سعيد الصحار وأشوف طيب والأسف طبعا أستاذ نجيب محفوظ تكلم عن هذه العلاقة لكن مالوش مذكرات واضحة لكن بتذكر هذه العلاقة أحيانا في بعض الحوارات أستاذ نجيب محفوظ قدل بحوارات كتير وفي كتب كتير عن شلة الحرفيش بتاع الأستاذ نجيب كانوا كتبوا بعد كده مذكراتهم إيه اللي كان بيحكي الأستاذ نجيب معهم وجود عبد الحميد الصحار معهم في هذه الشلة هنا استوقفنا الحقيقة بقى كروائي سؤال إيه طبيعة العلاقة ما بين الأستاذ نجيب محفوظ وإيه عبد الحميد الصحار ترجمة نانسي قنقر